المحدث أبي ذر الغفاري يحدثنا أن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرب العلي حديثاً قدسي يقول الله تبارك وتعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم النداء بداية أيها الأحبة من الله وكم سمعنا النداءات في كتاب الله وفي الأحاديث القدسية عن الله ينادي الملك جل وعلا على الناس يا أيها الناس وينادي على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وينادي على الأنبياء ومنهم سيد الأنبياء سيدنا محمد يا أيها النبي وينادي على بني آدم يا بني آدم وكل نداء أيها الأحبة له حكمة حين يأتي الله جل وعلا بلفظه والكلام يحتاج إلى تفصيل كثير لكن اسمع الإشراق العظيم الجليلة الله جل وعلا يقول انتبهوا أيها الأحبة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لن نكثر من التفصيل ولا الحديث إنما هي إشارات يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وإن من أعظم الظلم الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أحبابي اسمع المنادي الملك الجليل وهو ينادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وربنا حذر سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اسمع النداء يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته وحين يقول الملك كلكم اعلم أن هداية الجميع ومن بينهم سيد الخلق وحبيب الحق هي من الله ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يدعو الله جل وعلا قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين كأنه يرجع مسألة الهداية والحفظ والعصمة من الله برغم أنه معصوم ونبي لكن دا كلام يعلمنا نحن كلكم ضال إلا من هديته وأنا اللي مزعلني من أحبابي وآبائي وأجدادي حتى والأحبة اللي حوالي في الأستوديو لما ربنا صوارك وتعالى يقول فاستهدوني أهدكم يا عمد عرض قول اللهم أهديني يا رب إنه هو اللي قال أؤمر الهداية وأنا أهديك اطلب الهداية وأنا أهديك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته جائع إيه يا عم الحال ده أنا معايا أموال تغطيك وتغطي بلدك جعان برضو المسألة ليست في الطعام والشرب فقط مع أن الطعام والشرب من الله نحن حتى كنا بنقولها كذا الحمد لله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء عابيد لله لا يملكون شبرا لو لا وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله حركاتهم سكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله فيا صاحب المال إياك أن تظن أن الطعام الذي بين يديك ملذ وطاب هو منك ثم إن المسألة ليست في الأكل والشرب فقط ممكن تأكل وتشرب وتشبع من الطعام والشرب وتفضل جعانة لعمرك ما تحسش بالراحة ولا السعادة النفس لها طعام النفس لها طعام والبال له طعام أن يرتاح الله جل وعلا ينادي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته أظن نحن فهمناها بقى مش مسألة البدلة والكرافيتة والسياب الحلوة والعباية الشيك والعمامة مش هو هذا الكساء فقط مع أنه مقصود أيضا إنما الكساء قد يكون أشياء تانية ربنا يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية فلو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي المنادي ينادي الملك يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم اللهم أهدنا يا رب يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أطلب عم اللهم أطعمنا يا رب يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اللهم أكسنا يا رب يا عبادي اسمع المنادي الملك يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار الذي قال هو الملك فمحدش دعي لنفسه العصمة بعد موت سدن النبي محمد يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا أكسيون أطلب عم إن ربنا يغفر لي ويغفر لك اللهم اغفر لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أيها الأحبة انظروا إلى عظمة الإشراقة وهذه الإطلالة أذكر لكم الحديث دون استطراض حتى يتم قول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يعني لو الكل كان زي إبليس والعزو بالله مش هنأص حقا ربنا الله جل وعلا يتم نداءه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم لو قام أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألة فأعطيته مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما يدخل المخيط في البحر ويخرج يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه النداء إشراقة وإطلالها تدبروا في كلام الله أشرق النور علينا عندنا خير المتاع في سبيل الله كنا قد سعدنا باتباع ورضينا بالله ربا دين ربي لا يباع يا رفاق الدرب هيا قبل أن يأتي الودع وإلى لقاء آخر إن شاء الله